بسم الله الرحمن الرحيم محاسب التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الرابعة الموازنة الشملة ومحاسبة المسؤولية وظائف الموازنة budget functions وظائف الموازنة تنبثق منها المزايا العديدة التي تقدمها الموازنة على أساس أن الموازنة أداة للتخطيط أداة لتقييم ورقابة الأداء أداة للتنصيق أداة للاتصال أداة للتحفيظ الوظيفة التخطيطية لو أخذنا الوظيفة التخطيطية للموازنة بنقول فيها فإذا كانت الموازنة أداة تعكس الخطط والأنشطة المقررة لتحقيق أهداف المشاة فإن تحديد الأهداف تحديد الأهداف هو نقطة البداية الأساسية لأي موازنة ويجب أن تكون هذه الأهداف محددة بوضوح وبضقة وبشكل قابل للقياس الكمي فمثلا لا ينبغي أن يكون الهدف هو تحقيق قدر مرضي من الأرباح كلمة مرضي دي مش هدف بل قد يكون تحقيق مبلغ معين نسبة معينة شيء معين قد يكون تحقيق 20% مثلا عائد على الاستثمار الوظيفة الرقابية تقوم على مقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط بالموازنة وإعداد تقارير تسمى تقارير الأداء اللي بيسمى الرقابة بالموازنة وتكشف المقارنة إما عن عدم وجود انحراف عند تماثل بيانات الموازنة مع نتائج التنفيذ الفعلي أو وجود انحراف تبويبات الموازنة الشاملة مصطر باجت كلاسيفيكيشنز تمثل الموازنة الشاملة الخطة العامة للمنشأة وتشمل الموازنات الفرعية الخاصة بكافة أنشطة المنشأة والتي يمكن تبويبها تحت نوعين أساسيين هما موازنة التشغيل أوبرياتينج باجت الموازنة المالية فينانشال باجتي